موسيقى استشعرت الدول العربية أهمية الأمن القزائي العربي ولذلك درجت في الملف الاقتصادي مجموعة من الإجراءات المفضية إلى التكامل الزراعي وتحديدا قضية الأمن القزائي العربي وأجازت مجموعة من الإجراءات والقرارات دائمة إلى التنمية الزراعية المستدامة والأمن القزائي العربي واتخذت حزمة من الإجراءات والقرارات لها علاقة بالتكامل الزراعي والتعاون العربي في مجال إنتاج القزاء بدأت بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحدثت وأجازت كثير من القرارات في موضوع الاتحاد الجمهوري العربي تسهيل قضية التجارة الزراعية ورفضت جانب العرض اللي هو الإنتاج الزراعي بمجموعة من القرارات وعلى رأس البرنامج الدائم للأمن القزائي العربي وهو برنامج فيه تسع مكونات أساسية تتحدث عن التوسع في الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية في المحاصيل والنظمة الزراعية القائمة وزيادة التبادل التجاري واتخاذ الإجراءات المطلوبة في الحد من الهدر والضياع القزاء هذه المجموعة من القرارات ستكون داعمة في إطار الملف الاقتصادي لقضية الأمن القزائي العربي هذه القمة أضافت البعد التنسيقي بين الدول المختلفة وحزمة الإجراءات الكبيرة المفضية إلى تدعيم الجهود الوطنية والقطرية حتى يكون العمل كبير ومفضي إلى نتائج مقنعات تساعد في دفع الأمن القزائي العربي في المنطقة العربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة